نحن مكملين بفقرات صباحنا غير لليوم ووصلنا لفقرة صارت الناس متعودة عليها وعم تنطر إجابات كتير لأسئلة عم يطرحوها صحيحة رح نكون ضمن المساحة التربوية ونطرح مجموعة من الاستفسارات اللي عم تردنا من المعلمين بشكل خاص لهيك أكيد بيسعدنا نرحب بمستشار الأمانة العامة لإتحاد المعلمين العرب ونقيبة المعلمين في دمشق الأستاذة عهد الكنجز يسعد صباحكم كل عمو أنت بخير بناسبة عيد المعلمين يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم صباح الإخبارية السورية صباح الخير لإلك وأكيد من عايدكم إن شاء الله هيك كل سنة وأنتوا سالمين جميعا يسعد صباحكم إن شاء الله كل سنة وأنتوا سالمين أستاذ خلينا نبلش فورا بالأسئلة اللي طرحت تكرمها لنستفيد أكتر من الوقت خلينا نحكي حضرتك كنقابة نحكي عن النقابة بشكل خاص شو عم تقدم اليوم للمعلمين كان أولي قطاع التربية طبعا نقابة المعلمين هي منظمة شعبية وجدت هذه المنظمة لخدمة جماهير المعلمين على مستوى الجمهورية العربية السورية يتفرع في نقابة المعلمين 21 مكتب فرع نقابة المعلمين على مستوى وزارة التربية ووزارة التعليم العالي هناك خدمات كثيرة تقدمها نقابة المعلمين لجماهير المعلمين أتمنى أن يسعفنا الوقت في هذه العجالة أو هذه الفترة القصيرة من برنامج الصباح الخير أن أجيب قدر المستطاع على أهم الأسئلة التي وردت بالأمس على صفحات التواصل الاجتماعي صفحة الأخبار السورية وأنا جاهز لأي استفسار وأي استفسار يصعد صباحكم أهلا وسهلا فيك رح نبلش هيك بأسئلة سريعة كان في استفسار يمكن من مدرسين اسمان تسبوا للنقابة شو ممكن يستفادوا من بطاقة الضمان الصحي شو ممكن الميزات يحصلوا عليها أو الحسومات طبعا جميع المدرسين والمعلمين الذين تعينوا في وزارة التربية أو التعليم العالي وأخص في وزارة التربية منذ حصولهم على الراتب الأول هم منتسبين بحكم الطبيعة بحكم القانون إلى نقابة المعلمين لا يحتاجون إلى تقديم طلب مباشرة وأن هناك صندوق اختيارية يجب على المدرس أو المعلم مراجعة المكاتب الفرعية لانتزاب إلى هذه الحسابات كحساب المساعدة الفورية عند الوفاة على سبيل المثال أما حساب خزانة التقاعد والضمان الصحي فهو من اللحظة الأولى مشترك في هذه الحسابات ما أعلن إلا تثقيف هؤلاء من خلال الاجتماعات داخل مدارس مكاتب الوحدات النقابية والشعب النقابية التي نقوم بها الآن حاليا بعد خروج من الاستدي هناك مكتب شعبة قاسيون سأتوجه أو مجلس شعبة قاسيون السنوي جميع الوحدات النقابية تكون في هذا المجلس ويتم تسليط الضوء على كيفية الانتساب وما هي الخدمات التي تقدمون نقابة المعلمين في الضمان الصحي قصص كبيرة وكثيرة جدا العمليات الجراحية والسعر الأدوية والكشفيات الطبابية المعالجة هناك خدمات كثيرة جدا تقدم على أرض الواقع مقابل عندما ينتسب المعلم إلى نقابة المعلمين أو يشترك هناك حسمية 2% بقوة القانون نقابة المعلمين الذي تم تعديله عام 2013 بالمرسوم 24 تاريخ 23-4-2013 هناك 1% هناك 85% من 1% مراتب كل معلم تذهب إلى صندوق التكافل الاجتماعي صندوق التكافل الاجتماعي كل ما من شأنه كل ما من شأنه عملية جراحية وأدوية وطبابي وعلاج يعوب النفع على واقع المعلمين على سبيل المثال الوصفة الطبية إذا كانت وصفة طبية ثمنها ألف ليرة سورية يقوم المعلم بدفع أربعمائة ليرة سورية ونحن في نقابة معاملة ندفع عنه 600 ليرة سورية هي على سبيل المثال 10 ألف أربعة ألاف نحن ندفع عنه 6 ألاف نعم أيضا كشفيات في المراكز الطبية المنتشرة على ساحة القطر أنت تعلمين أي كشفي طبية في جميع المحافظات السورية وأي طبيب كان كشفي تولاد أقل عن 25 ألف ليرة سورية نحن في نقابة المعلمين للمعلم وزويه للمعلم وزويه الزوج والزوجة والأولاد درجة القربة الأولى 2000 ليرة سورية 2000 وعامة شعب 3000 ليرة سورية وموجود مثلا في دي مشق لدينا مركز طبي في شعر بغداد ومركز طبي في منطقة المزي ومركز بنات الأجيال الطبي أيضا قمنا في مركز بنات الأجيال الطبي بالتعاقد مع جميع شركات التأمين يعني باستطاعت المعلم أن يدخل إلى عن طريق دفتر الصحة بطاقة الدفتر الصحة لنقابة المعلمين أو عن طريق التأمين الصحي إلى هذا المركز وإذا دخل عن طريق التأمين هناك خدمات طبي كثيرة تقدم للمعلم وفي حال عدم وفي حال عدم قيام الضمان الصحي أو التأمين الصحي بطبابة هذا المعلم نحن حققينه على بطاقة الضمان الصحي وبطاقة الدفتر الصحة الخاص بنقابة المعلمين كثير موضوع الضمان الصحي مهم وخاصة بهذه الظروف التي نعيشها لكن لا نعرف إذا الأدوية بالارتفاع الأدوية الكبير نشهده الأسعار دائماً ما عم تغطي كل الأنواع وعم تروح للأنواع الكثير سعره قليل فعم تكون تكلفة أكبر على الأدوية الأغلى حالنا نحن في نقابة المعلمين أيضاً غير القائمين على الأسل العمل عنا جيش من الزملاء المتقاعدين الذين نأكل لهم كل الاحترام والتقدير وترفع لهم القبة على المسيرة الكبيرة التي قدموها خلال حياتهم التعليمية سقف الوصف الطبي حالياً 20 ألف ليلة سورية إذا طبيب كتب لك 5-6 أنواع أدوية يدوب تجيبي دوين أو 3 أدوية هلأ عندنا مجلس مركزي قادم 27 على الأغلب آخر أزار سيكون هناك تعديل لسقف هذه الوصفة سيكون هناك تقديم ورقة عمل المجلس مركزي من قبل المكتب التنفيذي ويعملون عليها ليلة نهار لإنصاف جميع المعلمين نحن في نقابة المعلمين لا يحق لنا إلا المطالبة بتحسين واقع المعلم المعيشي ولكن أنا ما فيني زدرات بالمعلم ولكن عندما طالبنا أنا وزملائي في نقابة المعلمين وفي جميع الجهات المعنية في الدولة برفع طبيعة العمل للمعلمين وكانت مكرمة كبيرة من سيد الوطن هذه المكرمة هي مطالبات نقابية أيضا عندما لا نستطيع نحن زيادة الرواتب نقدم خدمات شبه مجانية لما أنت بتدفعي الفيلة كشفي إلك أو لأولادك هي بحد ذاتها زيادة للرواتب لما بتدفعي أنت ربع تلت الوصف الطبي وأنا بتدفع عندك تلتين هي زيادة الرواتب إذن أنا لازم أقدم خدمات شبه مجانية للمعلمين لحتى فيني أن أساعد وإسنده وخاصة بهذه الظروف الاقتصادية الصعبة طبعا نعم رح نروح مثل ما ذكرت ببداية الحديث فورا لإفسارات الناس كما وردتنا في سؤال بيقول لماذا نقابة المعلمين تمنع المستقيل من الحصول على راتب تقاعدي من خزانة التقاعد وكل زميل يدفع المبلغ الذي تحدده النقابة لكي يحصل على راتب تقاعدي من خزانة تقاعد النقابة تسمحي لي بس بالنقطة هيدية أم بارح أنا تابعت معظم الأسئلة طبعا يعزروني زملائي المعلمين كل أسئلتهم مطروحة ومنطقية ولكن صيغة السؤال أحيانا والتهجم بالألفاظ أحيانا أثناء الكتاب هلأ لماذا تمنع نقابة المعلمين المستقيلين هلأ اللي بيسمعوا أنه عن جد نحن مانعين المستقيلين لا نحن مانعين خزان التقاعد صدرت عام بشهر أربعة واحد أربعة 2016 اسمه خزانة المتقاعدين وليس المستقيلين بلوغه سن الستين بياخد راتب تقاعدة أما المستقيل بياخد الرواتب اللي يدفع من 1 أربعة 2016 حتى تاريخه هذا نص المرسوم هكذا نص المرسوم نحن ممنعنا يكفي للستين وياخد خزانة التقاعد ما لدينا مشكل معه هلأ مين بياخد أقل من عمر الستين المحال صحيا ولكن بدي شري 25 سنة خدمة من الصندوق في تفاصيل جسئية صغيرة ما راح فوت فيها لأن الوقت ما بيسعفنا بدي ضيع المشاهد ويضيعهم ضيع حالي يجب أن يكون عمره ستين سنة أو محال صحيا أو محال صحيا وإذا طلع غيرها الشرطين بياخد الأموال اللي دفع من 1 أربعة 2016 حتى تاريخه وبياخد أموال وضل ماشية أما إذا استمر بياخد 25% راتب تقاعدة غير راتب الدولية 80% يعني بيطلع 105% هلأ حاليا هلأ عم يطلع على حاليا عم ياخد 39 ألف راتب تقاعدة من نقابة المعلمين غير 80% مراتب الدولة نقابة المهندسين منذ عدة أشهر صار راتب تقاعدة عندهم 40 ألف نحن هلأ 39 ألف أموال خزانة التقاعد نحن يجب أن بنقابة المعلمين العمل على استثمارة بالشكل الأمثل حتى نرفع أيضا رواتب متقاعدين لأن المرسوم سمح لنا إذا كان لدينا كتلة مالية نرفع رواتب متقاعدين نحن محرم المستقيل هكذا نص المرسوم وهكذا نص التعليمات التنفيذية ولكن لا يمنع وسنناقش هذا الموضوع في مجلس مركزي حول تعديل فقرة أو فقرة من المرسوم وخصوصا سميلة نقيب معلمين سوريا عظم مجلس الشعب تحت طبية المجلس وبالجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي نستطيع أن نحمله أماني يكون خلقي المستقيل مثلا عمره 55 يكفي دفع للستين ويأخذ راعة بالتقاعدة بعدين نحن راعة بالتقاعدة وبعد عمر طويل الجميع يورس لمدة سبع سنوات للورس بعد وفاة الزميل إذن نحن ممنعنا المستقيل هكذا نص المرسوم خلينا نحكي عن ضم الخدمة خاصة الوكلاء عم يسألون اليوم بموضوع ضم الخدمة وخاصة الوكلاء اللي تعينوا بالمسابقة ليش اليوم هنو المفروض يدفعوا مبالغ مكلفة مثل ما هنو وصفوا الكلمة وكيف ممكن اليوم حل هاي الأشكالية الضم الخدمة أنا تواصلت مع زميلي مدير التأميات الاجتماعية لأستاذ فرس النبهان ووجد له تحية ضم الخدمة هي إلي علاقة بالجهاز بوزارة المالية أي شيء يتعلق بالمال الدولة ما بدي حقها بدي ضم خدمتي في فترة معينة أنا عينت عشرين سنين خمسة وعشرين سنين بدي ضمهم شو بي نص القانون بدي تفع ضريبا عليهم وصل المبلغ لحدود ثلاثة أربعة مليون وخمسة مليون لأرى سوري بس هادل شو هادل عمرهم خمسة وستة وخمسة سنين طب أنا ما في دعوة يضمون ليش عشو لازم تندفع بوقتها لازم يندفع وتقصيد ما في تقصيد ما عندك وقت تقصيد أنت ألا 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 خمسة سنين بسبب عمرك ستين سنين أنت طلعي على التقاعد المبلغ هو ضخم هني كان ينادوا بالتسبيت بالتسبيت تثبتوا بالوكلة تثبتوا حوالي ستتعاش ألف معلمة ومعلم تثبتوا ستتعاش ألف معلم هلا ما تثبتوا بدأت أن يضموا الخدمة بكرة ضمنا الخدمة هذا حق مشروع ضم الخدمة بشيء يضط عليكم أنه لازم ندفع هذا المبلغ من المال ما في أي حل الأمور المالية ما يبين لعف فيها قولا واحدا ما فينا إلا نخاطب نحن وزارة عن طريق النقاب نخاطب وزارة المالية إيجاب فيه إيجاد أي صيغة للتقسيط للحسم بعد ما يطلعوا على الستين من حصص النقابية بس كمان ما بتغطي هذا بدي حل على مستوى حكومي وليس على مستوى فرع دمشق طيب الاستفسار التالية عم يقول هل يحق للناجحين بمسابقة العقود دفع ثلثة التقدم لقرد نقابي هلا هو ما منع ولكن صار عنا كزحة لأنا خاص بفرع دمشق اتعينت اليوم علمي يجي تسحب قرد وجابت معا كفيلة بعد ثلاثة شهور او اربعة شهور او قلل من ثلاثة شهور السمات سوئيني العقود لا تسبت حالي الا بيمرسوم العقود صحيح تركت التربية ومشيت جينا على الكفيلة كمان تركت معا بديروا على القضاء انا ليش ميني مضطر هلا أنا شو عم بعمل هلأ في حال اذا العقد بده ياخد هلأ وما في نمنعه عم أطلب كفيل عنده خدمة اكتر وخمسين مسبت وليس عقود يكون مسبت نظامي بالدولة هيك أنا بضمن حق بضمن حق يقول لديه هكي مشكلة يراجعني أنا جاهز خدمت ومع عندي اي مشكلة نعم ايضا في استفسار عم يطالبوا عم يكون في خطط اليوم لزيادة تعويضات نهاية الخدمة وطبيعة العمل خاصة للإداريين هلا نهاية الخدمة شيء وطبيعة العمل شيء نهاية الخدمة نحن هلا في المجلس المركز القادم بعد عدة أيام يعني حوالي 10 أو 15 يوم في مجلس المركزي حتما سيكون هناك زيادة للتعويض السنة ولي نهاية الخدمة الحالي عم نعطي 7000 عن العشرين السنة الأولى عن كل سنة وتسعة تلاف عن من واحد وعشرين فما فوق هلا أكي في دراسة ورقة عمل جاهزة وهي تفاصيل عندي أنا بس كلمة سوفها ما بحبها لحتى يطلع القرار من قل لكم نحن عملنا كذا خلال 10 أو 15 يوم في تعديل لنهاية الخدمة أما تعويض طبيعة العمل يمكن يمر معكم بالإسئلة من 2016 حتى تاريخه ونحن عم طالب بطعويض طبيعة العمل أنا ما فيني الدولي ما فيها تزيد راتب المعلمين لا حالون وتترك باقية الموظفين يعني ليش كلنا تابعين لقانون العامل الأساسي في الدولة حتى أنتو حتى نها أي حدا بس أنا وزملائي وكل شي طالب معنا بطبيعة العمل فينا نطالب يرفع طبيعة العمل وكانت النتيجة 40% لداخل الصف و10% هلا أنه تمايز تنفيذي صدري بس نحن ما وقفنا بين نضالنا ومطالبنا للمعلمين هلا عم يطالبوا أنه يتساوي 10 مئة من 40 مئة لا ليش عم تطالبوا هيك هيا نطالب بـ 50 و60% هلنرفع سأف أكتر يعني هلا نحن لما ننسى يعني الظروف الاقتصادية عن جد ما في داعي أنا هلا أروح أنا عند وزير التربية يقول له والله بدي منك 50 كمبيوتر بدي يعملي مناقصة لجيب ليهم بعرف أنا واقع الضائقة المادية للفريق الحكومي بشكل كامل الفريق الاقتصادي أنا بطلب شي قابل للتطبيق وبدو ما أكلف الدولي هلا مثلا نحن بنقاط معلمين عم نطلب شاليهات الدولي رح تقدم لي فقط أرض مين بدي يمول نحن أنا ما بكلف الدولي شي أنا ما بكلف دولي شي ولا عمل الشغل بخطة سابتة بهذا الموضوع يعني الوضع الاقتصادي طبيعة لباس طبيعة عمل كله مطالب محق بس ما حتى فينكر الحرب الحرب الكونية الاقتصادية خاصة خاصة الاقتصادية هلا عشتنا الآن أنا كنقيب دمشق أنا كنقيب دمشق وبيأيدوني كتير زملائي بقيادة النقابية في أمور محقة بس ما فين طالب فيها هلا ولكن هي على طاولة البحث إن شاء الله نعم هي الاستفسارات كتير خلينا هيك نجاوب عليهم ولو سريعان فضل رح ننتقل لسؤال إنه ليش ما بيتم تضمين معالجة الأسنان ضمن ضمان الصحي للمعلمين اسوة بنقابة المهندسين وبقية النقابات وليش ما بتفرد ليش ما بتشمل أفراد الأسرة وكمان ليش عمليات الولادة لا تشمل ولد الرابع فقط ثلاث أولاد كأن تعديلات على عمليات الولادة هاي بدي قانون وعاملين أساسي في الدولة نحن ما نعلاق نحن ما نطالب فيها يعني مما أقول الأول والتاين والتاين أنا بأعترف عليه الرابع ما بأعترف عليه بدي أعترف عليه يعني حتى الأربعة شهر وثلاثة شهر والشهرين كما مزبطة يعني أنا إشتار عن إجازة أمومي إجازة أمومي أخذت أربعة شهر الثانية ثلاثة شهرين شو الفرق هاي أمومي وهي أمومي هاي بدأ أعادة نظر أما التعويضات تصل الأسنان لش ما بتشمل بكل دول العالم ما في تأمين الأسنان هلا أنا أي حدا مهندسين نعم يقولون نقابة المهندسين يعطوني مثال بعدين في قصة بالنقابات الأخرى مثل الاتحاد العمال والنقابات الأخرى رب العمل هو اللي بيدفع المصاري وليس النقابة نحن بالنقابة نحن ندفع من الواحد من الـ 85% من الواحد بالمئة من اللي بيخصمه مرات بك أنا كنقابة بس رب العمل مثلا وزار التربيب بتساعدنا بـ 80 مليون وزار التعليم 10 مليون ما بيجوا حق كرتون الدواء ما بيعملوا شي أرقام يعني عنا بالمليارات أننا نحن الأدوية عام السواء الجمهورية العربية السورية بلازمنا ما في دولي في العالم بتطبب الأسنان كل سن حقوها نصف مليون ياري سوري يمكننا أنه التكلفة عم تكون مرتفعة كتير عنا كرسي علاجية بشارع بغداد بمركز طبي ولكن علاجية للأمور البسيطة فقط لغير أنه بيعتبروا الموضوع تجميلي تجميلي نعم تجميلي والحقيقة هي هيك أغلبية هيك إن شاء ما نظلم العالم في حدا عم يسألنا أنه اليوم التسجيل بكل المحافظات على النقابة بمبلغ عشر تالاف ليرة أما بحما عم بيكون خمسة واربعين ألف شو عشر تالاف هم هاي أرقام مغير دقيقة هيك سؤال فقط عندما يدخل المعلم أو المعلمة إلى سلك التعليم هناك حسم اثنين بالمية من رادبه مباشرة منذ اللحظة إذن هو صار منتسب بنقابة المعلمين خزان التقاعد هناك حسم ثلاثة بالمية أما بقية الأمور ما في رقم عشر تالاف وخمسة واربعين يعني ثلاثة بالمية هي معممة على كل وفق القانون نقابة المعلمين أيضا ثلاثة بالمية خزان التقاعد أيضا وفق القانون اللي صدر بالالفين وستعشر الخاص بخزانة التقاعد هلا ما بنعرف هذا الشخص اللي بعد هذا السؤال ما بحب إذا ما عرق معه هاي القصة ومتعرض لهذا وأنا جاهز جاوب ويعطيهم تفاصيل بعد الاستوديو أنا جاهز عنواني وتليفونتي معرفي بالشامل أنا جاهز حتى جاوب حتى على صفاتي الخاصة اللي ملاحظين من الأسئلة راشا أنه ما كتير عرفانين الخدمات يلي عم تأدمان نقابة هي ثقاف يمكن يعني من الاستفسارات عفوا يعني عم تورد أنه كيف يستفيد من بطاقة النقابة في حدا يقول أنا معي بطاقة النقابة ما استفدت مننا غير بخط الموبايل إن شاء الله إن شاء الله ما بيستفد وما بيمرو بحياته بطاقة النقابة بطاقة النقابة دون يعرف من الدكاترا من الصياد على أي محافظ مثلا في دمشق لعطين مثال في دمشق عنا مركزين طبيين كافة الاختصاصات لطباء موجودين عنا تصوير الأشعة تصوير الكسافة العظمية تصوير التحاليل الطبية كافة الاختصاصات موجودة عنا باستثناء الرنين والطبقي محوري معنا هلنشغلتين بنبعتنوا عن المشافي الحكومية على بطاقتك أنت بتفوت تدفع خشة في ألف اليار السوري وإذا معك بطاقة التأمين صفر مدفع واليار السوري بس إن شاء الله ما بتمرض هي اسمو صندوق تكافو هنو نعفون إستاذ يعني مثل بيروحوا لعن الدكتور بيقولوا أن هذاك تأمين هذاك تأمين نحن كنقابة من العلاقة فيه ولكن عندما ترد شكوى نحن متابعة هذا الشكوى في رقم رباعي 5060 بتتصل أنا بدي طبيب عينية بمنطقة المزي عن بناءة الأربعة عشر مثلا بيقولوا 1-2-3-5 بروح بحجوز ما بروح أنا أعماها وبدوم أحجز وكذا ما زابطة هلن عملنا بنقابة معلمين مكتب التنفيذي أنه تأمين صحي للمتقاعدين لمن يرغب لمن يرغب 175 ألف على مدة عام الأدوية 225 العمليات مليونين لسقف المليونين الرسولي تمام حلوة بس هي الثقافية أنا بتمنى من زمناء القيادات النقابية على مستوى الشعب النقابي من دمشق حتى الحسكة حتى الرقة حتى تدير الزور ينزلون عند المعلم يشرحونه شوى شو يعني نقابة شو يعني وأنا بتمنى حتى إذا يكون في حلقة خاصة عندكم تكون طويلة شوي نفتح السيديو للمعالمين ويحكوا مباشر ونحن قادمين نحن لدي أي مشكل إذا في مشكل مع وزير مع كذا منتصل مباشر من السيديو عنكم منحلو يكون السيديو خدمات شو بيمنع ما بيمنع الثقافية فقط الثقافية طي نقصنا في كل شيء وليس في التربيه في كل مجال طيب أستاذ عم يسألونا كمان عن مساكن المعلمين ليش ما في تسجيل عبر النقابة سكن جمعية سكنية أنا في دمشق كنت سبق بالقصة أنا أساس جمعية سكنية ورخصت وحصلت على أول مقسم في ضاحية الفيحة وإن شاء الله هلق الدفعة الثانية راح تكون قريبا وين بتعطين الدولي أرض راح أخذ ولكن في دمشق العاصمي ما في أراضي تعرفين أنت بدي يكون بالسوار المحيط إن كان بمعرونة أو بضاحية الفيحة أو بالديماس وشفنا مبار راح جولت رئيس الحكومي مع وزير الإسكان تبع السكن الشبابي بس المعلمين شو بيفكروا أو الموظف بشكل عام شو بيفكر أنه البيت راح ياخدوا بلاش في جور تكليف بدك تدفع حقه خصوصا هلأ أنا في دمشق رخص جمعي سكني المحافظات الأخرى هني واشتارتون أنا رئيس فرع معتقد كنت نشيط شوي وحصلت على الأسعار كيف اليوم الأسعار وفق الأسعار رائجي بالسوق أنا ما فيني عمر لك أنا شقة طون الحديد هلأ حقه أربع مليون قل لك والله عطيني 3,000 فيارة كل شهر ما بتزبط تبلو أربعة خلي أربعة ولا مئة ألف صار البيت حلم أكيد حلم هو قضية على مستوى وزارة على مستوى حكومة نحن أولا تعطيني أنا كنقابة معلمين تعطيني الدولي أرض أنا مسجل عندي حاليا 600 اسم يلي ما فيه يدفع إما عم يأجل أو عم يبيع عم يبيع دختار عم يبيع دختار عم يستفيد بالمحصلة هو بيكون دفع خمسين ألف عم ياخد له 15-20 مليون سبك المشروع في حائله كم سنة ثلاثة سنة أنا رخصت 2016 هلا لك وها صب بالطابق الثاني إنه بدأ شاء الله على خير الحمد لله كمان من الاستفسارات التي وردت ما رأت عليها حضرتك هي تعديل طبيعة العمل عم يقولوا أنه بيطالبوا تعديل طبيعة العمل لـ 40% للإداريين يعني قمضوا 30 سنة بالصف طيب إذا عملناها 40% والـ 40 عملناها 80 بيمشي الحال هيك مرسوم صدر مرسوم كريم صدر تمام مثلا الأمين المكتبي والمرشد الاجتماعي والمرشد نفسي ما كان له طبيعة عمل نهائيا هلا صار عنده 10% هلا مدير التربية أنا عندي 10% ما خدت 40% اطلع المرسوم من العاملين داخل غرف الصفية المثبتين المؤخرا والعقود الثلاثة أول دفع وثاني دفع وثالي دفع كانوا محرومين من 40% اجتمعنا منذ عدة أيام أو حوالي شهر من وزارة التربية والوزير التربية الأمانة كتير متعومة معنا بالقصة هو محاسم الإدارة والتنمية الإدارية بهالموضوع أعطيناهم كلنا 40% المرسوم بيقلك كل معلم داخل غرف الصفية له 40% طيب هلا أنتوا عم تطالب تصيروا 40% إيه من طالب رح نطالب ما عنا مشكل بس ما أنه والله أنه نصفونا ما في يعني 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 هو بالأصل يعني ما في غبن بالموضوع ما في غبن بالموضوع المعلمي اللي عم تأسس من صف الأول لصف الرابع عم تنتقى الدم صح وخصوصا هلأ في المنهاج وخاصة بعد 11 ثانية حارب أنت تلاقي معلمي ملتزمي بها الصف ترفع لها القبعة إذا كرمت بـ 40% وين المشكل بعدين اللي كرمته أنا هو إيه أخي يا أبن عم يا أبن عم يا أبن خالك يعني هو من الإسر التربوي من العائلي يعني هلأ خلصتنا المرسوم صدر إيه من طالب أنه يصير بدل 10 يكون 50% وليس 40% يكون 70% نعم تمام نحن نضم صوتنا صوتهم بالعكس وما رح نوقف مطالبة رح نضل ماشية معهم بالقصة أستاذ حضرتك من شوي ذكرت عن بطاقة الضمان الصحي للمتقاعدين أنه تم رفع للمية 75 ألف اليوم في حدا عم يسألنا أنه هل في إمكانية لدفع المبلغ على قصتين هلأ من سنتين عملناها على قصتين و3 أقصات و4 أقصات شو صار فينا نحنا نتيجة كيف كانت شو صار فينا اللي عم يشترك بالضمان الصحي المتقاعدين وهذا حقه اللي عنده عمل جراحي عم يدفع أول دفع بيعمل العملية وبيدر ظهروا علينا وبيمشي ما عادي يدفع ما في ضمان للنقابة اليوم ما في ضمان بعد المية 75 أقل اللي عم لي بتكلف مليون مليون لليغة سورية اللي عم يشترك معظمه معظمه عنده عمليات جراحية وهي كلام دقيق وعنده أحصائي دقيقة بهذا الموضوع نعم سيد عهد دخلي الكلمة الأخيرة لألك موضوع عم تشتغلوا علي بشرة سارة للمعلمين أي شيء ولو سريع بالوقت المتبقي ضمن النقابة قلمة بشرة سارة ما فيني نعملها بشرة أي شيء بفرح نحن دائما كل ستة شهر عندنا مجلس مركزي ننتظر قرارات المجلس مركزي ننتظر مكرمي دائما كبيري من سيد الوطن يلي خصنا عن بقية الوزارات بطبيعة العمل بطبيعة العمل خصنا عن بقية ليش ما زاد لعمال الكهرباء أو كذا ماين عم حرض لأنا ليش خص المعلمين خص المعلمين لسببين أول سبب هالمعلم كانت تنزل قذيفة ورده طبعا كباقي فئة الشعب بس ما خص المعلم وماسك الطبشورة واغف على السبب عن كف درسه النقطة الثانية حملنا أمانة كتير كبيرة أنه بناء الجيل بده هزك تاف حملنا رسالة وأنا بتوجه لزملاء المعلمين بمناسبة عيد المعلم بقول لهم كل عام وتبخير عندنا مهمة كتير صعبة عندنا مهمة كتير صعبة ببناء الإنسان 11 سنة في بعض المالحيز الجغرافي بأراضي سوريا دخل فكر إرهابي مين قادر يمحي هذا الفكر اللي دخل وليما زنبه الطفل اللي يفات لرأسه هو المعلم والمعلمة القادرين بتمنى من المعنيين في الدولة دائما يكون هم من الواحد هو تحسين واقع المعلم المعيشي بكافة المجالات رغم كل الظروف اللي هموجودة المعلم ثم المعلم ثم المعلم من ضم صوتنا لصوتك ما فينا أكيد يعني مهنة التعليم هي سامية ونبيلة ما فينا نطلب من المعلم كمان يعني يتحمل أكتر من طاقته لأنه ظروف المعيشية عم تغلب وهي أغلبة عم تكون ضمن تحسين الواقع لا تستطيعي مقاومة مهنة الأنبياء التعليم هي مهنة رسالة الأنبياء والمعلم حامل رسالة الأنبياء شكرا كتير بسعاد صباحكم شكرا أستاذ زعاهد نورت صباحنا الحقيقة ما قدرنا ناخد كل الأسئلة إن شاء الله هيك بصباحات تانية ومثل ما قلت نحاول يكون في مساحة يكون خاصة ببرنامج خاص كل حدا بعد سؤال وما جاوبت عليه صار اسمي عنده على الصفحة على الفيس أنا مستعد جاوبه وشو ما كان يجواب أنا أحضر لألي شكرا لحضرتك يسعد صباحكم يسعد صباحكم